اشتركوا في القناة فشباب انا بهمني هذا الموضوع وبهمني الفيدباك تبعكم او الاستفسارات تبعتكم حتى يعطيني هذا يعني نوع من الحماس او اني استمر فيا شباب المشاهدات او الفيوز جدا عالية بس شباب بدي سابسكرايب حتى انا ايش اتشجع في الاستمرارية طيب شغلة تانية شباب في موضوع الاسئلة اللي بتيجيني او شباب ببعتولي انه يا مهندس مننا اسئلة الامتحان مندي اقدم الازي 900 طيب يا سيد العزيز راح تقدم الامتحان وراح تنجح فيه انت بدك يعني تكون certified ولا qualified انا بحكي لك لازم انت تكون صاهم الازور as a practical يعني انت لازم تشتغل في ايدك لازم تعرف كيف تتعامل مع هاي الرسورس او السيرفيس وتفكر صح وتعمل الديزاين صح هاي الفونديمنتل او هاي بتهيئك لسه لموضوع الادماليسريتر واسوسييت وبعدها الاركيتكت فمهندس عطينا اسئلة الدمب والامتحان يا شباب انت افهم الازور ويشتغل عليه براكتكال ومارس عليه ويشتغل عليه بعدين يجيلي علي امتحان يعني هاي احنا يعني الشركات يا شباب عدت هذا الموضوع عندك ما مايكروسوفت وكل الشركات اللي بتشتغل الازور كلاود بتشتغل الالكلاود كمبيوتين بشكل عام بهمها يا شباب بتكون qualified بش certified certified later on بتبتخذها يعني ما في مشكلة اما راح تسألك بصراحة ديب دايفينج في موضوع اسئلة في موضوع ايش الكلاود حبيت بس يا شباب اشريلكوا عهاي النقطة وحطلكوا عليها هاي لايت كثير بشو شوي وتحتها مليون خط طيب الموديول zero two تكلمنا عن موضوع كور الازور ريسورس الكمبيوت والنيتورك ضينا الستوريج والداتابيز اذا راح نيجي على الستوريج على الستوريج طيب هذه كريات الستوريج اوكي 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 راح نيجي عليهم ان شاء الله الكنتينر كريات الفيرتوال نتورك حكينا تكلمنا عنه اوكي عندي هون الستوريج طيب الستوريج يا شباب قبل ما ادخل في الاجر استوريج سيربس اول اشي يا شباب بدك تعرف راح نطلع شوية برا الاجر ورح نعطي معلومات ان جنرال معلومات عامة لازم احنا نعرفها عن الداتا الداتا شباب ان جنرال مقسمة على مستوى العالم الى ثلاث اقسام يعني كيف يا مهندس سوء يعني الداتا مقسمة يعني انا ماد يقعد نعرف ماذا هي Bianca انواع الداتا ثلاث انواع وستوريج جدا يا يا مهندس البلد داتا يا شباب اللي هي بيحكو لها اللي بتتعامل مع داتا بيز يعني ريليشنال داتا بيز اللي هي بيحكو لها داتا بيز مانيجمن سيستم سواء كانت سيكول او اوركل يعني احنا بنحكي عن ريليشنال تابل هاي التابل فيها ايش روز اند كولومز وفيها ريكوردز ولينك بتوين ديم يعني بيناتهم ايش لينك ليش طب سموهم يعني ريليشنال او داتا بيز لانا نفس الفورمات ونفس الستركشورد بتعامل مع بعض تمام وهي التابل جواها تابلز في اكثر من ملتي تابلز اوكي طيب هاي الاستركشورد داتا بيز بيحكو لها دي بي ام اس او دي بي اس طب اللي السيمي استركشورد السيمي استركشورد او قبل السيمي استركشورد خليني احكي لك عن الان استركشورد داتا بيز الان استركشورد داتا بيز اللي هي AhaStracARYDsDataBase يعني ايش عكس استركشورد داتا بيز يعني ما إلها استراكشورد محددة مثال ذلك مثال ذلك الاوديو الفيدريو الامج الورد الاأكسل عندنا throwbackVolを17hrsnvはinnen الموجود عندنا في اللابتوب، data moles corrupts V �ario تشكل 25% على مستوى العالم من الداتا المخزنة عندك حسب شخصيات الامسية صح والله إذن هذه هي شباب الـ Unstructured Data طيب عندك الـ Semi Structured Data مثال عليها أنت ما يكون عندك ويب هذا الويب مثلا إنت حاضط عليه مثلا OnePage أو مثلا يتكون هذا الـ WebPage من HTML ملفات مثلا XML أو ملف الـ JSON للـ Template يعني ما في عليها الـ Big Database يعني أنت يمكن عمل الـ WebPage بس إذا تعمل عليه الـ Load لـ Image لصور أو بس لا فيديو فما فيها الـ Big Data الكبير اللي بتحتاج Database و Table فهيسموها Semi Structured Data يعني ما بين هذا وهذا تمام؟ يعني افهمها إذن نعيد مرة ثانية نوع الـ Data على مستوى العالم مقسمة إلى Structured Data و Semi Structured و Unstructured أوكي؟ طيب هذا بيقودني يا شباب أنه أنا أما أخزن عندي الـ Data الـ Data بدأ أخزنها في Hard Diskات طيب ممكن أحكي لك شو أنواع الـ Storage Technologies اللي عندك؟ إيش هي Storage Technologies اللي عندك؟ آه في عندي ثلاث أنواع عندك نوع بسموه الـ DAS عندك النوع بسموه الثاني اللي هو الـ NAS والثالث الساس و شو هالأسامي هاي؟ قل لك الـ DAS اللي هو Direct Attached Storage اللي هو الـ Hard Disk اللي أنت بتشبكه بالجهاز أو بالـ Server Direct بتجيب Hard Disk موجود وبنازل عليه أمرات الـ Operating System بإمكانك تنزل كمان الـ Hard Disk وتنزل عليه الـ Data أو نفس الـ Hard Disk انت بتقدر تقسمه لـ Two Volume وتحط عليه مثلاً Partition C أو D صح أو لا؟ هذا بيسموه الـ DAS طيب الـ NAS Network Attached Storage اللي هو أنا رح أجيب Storage تعرف Storage أو Synology هذا Synology مثلاً فيه أربعة وثمان هاردسكات وبتعمل عليهم مثلاً RAID 1 RAID 5 إنت إيش اللي أنت الـ RAID اللي بتشتغل عليه هذا طبعاً الـ RAID في موضوع الـ Redundance وموضوع الـ Flow في حالة انه هاردسك وقع تاني تشتغل أنا ويهاي تكنولوجيا أخرى طبعاً أنا شباب موضوع الـ Hard Diskات أو موضوع الـ Storage بشكل عام أنا شارف عندي فيه كورس الـ MCSA الموجود على قناتي على اليوتيوب بإمكانك تدخل على مهدي ياسين راح تلاحظ وتشوف في كورسات الـ Hard Diskات راح أطل لك الرابط الموجود فوق بإمكانك تدخل على هذا الكورس طيب والنوع الثالث بسموه السان السان هذا باعتمد على إنه كان عندك سان سان ستوريج سان ستوريج فيه من الـ Hard Diskات ورح تكون الـ Connectivity عن طريق ورح يكون في عندي الـ MDS اللي هو الـ Switch ورح نعمل الـ Hard Diskات رح تطلع على السيرفرات عن طريق عن طريق عن طريق عن طريق عن طريق تمام فهذا هو موضوع السان طيب إذا أنت بإمكانك تخزن الـ Data في هاي ثلاثة نوع عن الـ Hard Diskات طبعا بيحكي لك الـ Recommended إنه في حال عندك Data Page وفي عندك مثلا فايلات وبدك سرعة وConnectivity طبعا ردك تروح على السان طبعا سعره أعلى جدا في مايكروسوفت نزلوا طبعا اللي هو تقليد أو بحاكي بس تكنولوجيا رهيبة جدا مثلا زي السان هو وهذا كمان أنا شارحه بالتفصيل في كورس MCSA الخاص في الموجود على قناتي على اليوتيوب طيب طبعا راح أترككم الرابط واللينك تحت بإمكانكم تدخلوا كمان على هذا الكورس أو البليليست الخاصة بال MCSA عندي طيب إذا هذا هو شباب Storage Technologies طبعا لماذا مهندس تشرح لنا؟ لأن يا سيد العزيز راح أجي لك على موضوع من من السيرفز اللي تشتغل عليها الأجور اللي هي بتوفر لك Storage أو بنحكي لها Azure Storage Service Azure Storage Service هو طبعا هنا حكي لك أنه بحكي لك أنه بحكي لك أنه كنتينر والسطوريج والدسك والأجور فالس بس أنا بدي أجي شوية أروح هون وقل لك أنه إحنا حكينا عن الرول اللي بتخص الكمبيوت والنيتوورك هلا راح أحكي عن الرول اللي بتخص من الداة والسطوريج فهما بحكي عن الديسك Storage Blob Storage File Storage Q Storage Table Storage Storage والStore Simple شباب طبعا عندك هذا Deep Diving بالتفاصيل راح لازم لازم تروح على AZ-104 يعني أنت يا مهندس بتحكينا AZ-104 عشان يعني تخلينا ناخد كورس ونشتري و AZ-104 يا سيدي لا تشتري ولا تاخده مني ولا روح أنت لازم تدرس هذا الكورس لأنه أنا بحكي لك عن fundamental فما يا شباب رجائي ما حدا يبعت يحكي لي اشرح لنا بالتفاصيل التفاصيل بال AZ-104 اللي هو الـ Azure Associate Administrator هذا هو شباب بقدر أقول لك أنك تقدر تدخل فيه Deep Diving و يا شباب بدك تطلع على AZ-104 تمام اوكي إذن هاي الـ Data Storage لو أجيت قلت لك أنه عندك الـ Storage الـ Storage اللي ربي يوفر لك يا آجور انت بدل عندك انت تجيب مثلا عندي أنا هون انت في عادة شب تجيب تجيب سيربر وقلت يا بتحط عليه Death او بتجيب مثلا Synology بتحط عليها ديسكات نعمل الناس وهذا الناس تربط وطبعا انت عن طريق الـ Network في الـ Switch صح؟ او أنا بجيب سن سن بتحط Library هاي Library راح تكون عنده ايش؟ Array من الـ Hard Diskات نصفوفة وعندك Switch MDS هذا الـ Switch شبرت الفايبر وبتربط وطبعا انت عندك بالسيرفرات وراح ياخد هون عندك ايش؟ صح؟ طبعا انا راح اجيب مثلا داس وحط عليه عندي هون الـ Database طبعا هاد الـ Hard Disk راح يكون HDD ها راح يكون SSD ها راح يكون SAS او NIR SAS عدة سيناريو وكل له كوستو اكيد وله الـ Performance تبعتو عندك اوكي؟ طيب انا عندي هون في الـ Azure Storage وفرت لك يا شباب طلعوا وان تو ثري فور وتحت وان في كمان ثلاثة نوع اول نوع من الـ Storage Type Blob Storage طب الـ Blob Storage هو الـ Container for Data Blob هو اشهرهم الـ Blob Storage تحت الـ Page Blob والـ Block Blob والـ Append Blob طب ايش هاد يا مهندس؟ اه يا سيدة عزيز اجور قالت لك اني انا راح اعطيك الـ Storage Account أو Storage على حسب النوع الـ Data اللي عندك يعني كيف؟ يعني انت لو عندك مثلاً Data بدك اياها بس Just as a File أو Folder راح تختار نوع معين يلو كوستو ويلو performance طب انا لو بدي الـ Storage لـ VHD بإمكانك لـ Hard Disk و Virtual Machine طب والله بس لـ Logs آه موجود تمام؟ طب لا Data Base موجود فكلهم شباب حسب استعماله وهاي ميزة من ميزات ونقاط القوة من النقاط طبعاً موجود لـ Storage موجود ويسأل الـ Storage لديك على الموجود وعند الـ Ads لديك من الإخداد موجود الموجود موجود 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 الموجود موجود هدو لكن ترحق أقينا فولدار الفولد رفيي جوا فايلات طيب في الانبريمسيس كان يكون عندك هدوان برج mint اردك وولدر احل فايل سيدر وتنظر انت هيش فولدار الفولدر هو نفسه اسمه الكنتينر وين في الكلاود طب ايähänше اسم مالفايل في الكلاود الفايل فلاون ماهر بردا نحن نسب motabو بوجه في الكلاود نسمى به تمام طيب قل لك انه البلوب بستورج وهو اشهرهم ايش دا ثري تايب اف دا بلوب او عندك البيج بلوب قل لك هذا البيج بلوب نستخدمه شباب بكل اختصار لتخزين الاجور فيرشو المشين ديسك فايل يعني هو يصلح هذا النوع من يصلح هذا اللي تحت البلوب بستورج البلوب يصلح لتخزين ملفات الفي اتش دي فايل ملفات الفيتشو المشين طيب في البلوب او البلوك بلوب قل لك هذا يصلح لتخزين الميديا يعني بيقول لك الايدل فور ميديا فيديو ايميجز والباقب والباقب طيب الابند بلوب بيقول لك ابتومايز فور ابند اوبرائيسنس اولي ايدل ايش فور لوغنينج مثال ذلك يا شباب على الابند بلوب انت مكون عندك انت عندك مثلا برنامج او او اتش ار انا احكي عن الفاينانس او قل لك انت هاي الداتا بيز بصير عندك ترانس اكشن ديلي هاي الترانس اكشن مثلا انه حساب اه الشركة فلان في البنك اه كده اه قيمته كده اذا هاي الترانس اكشن لازم يكون الها ايش لوغز تخزن صح هاي اللوغز فيها اجتمع هاي المعلومات والانفرميشن بالتاريخ والوقت واليوم صح ولا لا فقل لك اذا انت بدك تستخدم برضو ديسك او ستورج لتخزين اللوغنينج او اللوغز انت الابند بلوب بيرفكت انت لك في في هذا الموضوع في هذا الموضوع تمام طيب عندك ايش يسمو التابل ستورج التابل ستورج قل لك هذا ستور فور نن ريليشنال كيفاليو انتينيس انتينيس شو يعني يا شباب مش احنا قلنا انه عندك الستركتشور داتا عبارة عن ريليشنال داتا بيز فيها مثلا تيبلز فيها كولوم اندرو اندرو صح ولا لا فيها ريكورد وفيها لينكس بتوين هاي تابلز صح لانه نفس الستركتشور دو نفس الفورمات قال لك انت بامكانك تعمل تابل ستورج او بسموها نو سيكوال كويري او نو سيكوال قال لك انت بدل المتجيب كل هالتعقيدات شو البزنس تبعك او انت شو اللي بدك اياه من ال داتا بيز والله بدي ارقام التليفونات واسمه مثلا بدي تيبل اعمل تيبل في ارقام التليفونات وكل رقم تليفوني قبله اسم الشخص او الشركة او مثلا اسم الجهاز ونوعه والماك ادرس تبعه طب انت ليش تجيب داتا بيز وتدفع حق لايسنز اشان شغلة بسيطة بسموها فلات تيبل اذا انا ما بحتاج داتا بيز مانيجمنت فراح اروح على التابل ستورج الكيو ستورج هذا خاصي شباب في موضوع او بخص او ريليتد اكثر اشي لتبعون الديفلوبر بيقول لك تمبرل ستور تسينكرونايز الكسينج اوف ميسجينج ومثال عليه الدستريبيوتيد او بسموها الميسجينج ستورج انه انا بامكاني اجيب مثلا اقسم اكثر من كومبونت على اكثر من سيرفر فبيسموها دستوربيوتيد ابليكيشن فايل ستورج الفايل ستورج او بسموها الفايل شيرينج ستور طبعا نستخدم فيه ثرو البروتوكول الاس ام بي او البروتوكول السام بيحكوله سيرفر مسج بلوك وعندي طبعا فيرجن من فيرجن وان لا فيرجن تو بوينت وان لا اخر اجي فيرجن ثري وفور يوري انفرميشن لمعلوماتكو هاي الثغرة او اللي استغلوها الهاكرز في موضوع ضرب طبعا الوبريتينج سيستيم لحتى يعملوا انكريبشن للملفات الموجودة عندك في ما يعرف في فيروس هو بش فيروس هو انكريبشن اتاك بيسموها الرانسوم مالوير اللي ضرب كثير على مستوى العالم في جزئية الحد في الاس ام بي خصوصا بعد ما مايكو سوف نزلت الابديت شباب فاللي عمل الابديت سلم من هذا الاتاك واللي ما عمل الابديت ما سلم من هذا الاتاك اللي صار قبل طبعا سنتين او ثلاثة على ما اعتقد او اذكر طيب اذا هذا الفايل طبعا البورت نمبر طبعه اللي هو الفايف فايف او فور فايف طيب قال لك هذا الفايل ستوريج خاص بجزئة تخزين انت عندك ملفات وفوردر طب ملفات وفوردر من وين جاية مثلا ملفات وفوردرات تقدر تخزين عليه واذا انت بتكت تعمل مثلا ايش يسمو تكون الكلاسيك شفت او ليفت انشفت اذا انت عندك مثلا داتا او ملفات فولدرات موجودة على فايل سيرذر موجودة بالامنة بريمس وحملت بناتهم او اذا كان عندك عندك اكتف داركتوري في الاكتف داركتوري او تستخدم الاجر ايديها والاكتف داركتوري في الكلاود فايمكانك تخذ نفس الصلاحيات ونفس البيار مش الموجودة عندك في الامنة بريمس ووضيفها طبعا على الاجر كلاود بدون ما انت تعمل ريكريات أو تعمل ري أساين للبيرميشن أو البريفليج لليوزر من أول وجديد فمايكروسوفت أو الأجري كلاود عملت سبورت لموضوع انه أنا راح أدعم برضو ما بروتوكول الاسم بي وضيف الفولدرات انت اللي بدك ياهو بإمكاني كمان يعملوا لك لن حي لن إيش لن تنزل عندك بارتشن ديركت على البي سي موجود لليند يوزر تسحبوا من نفس الستوريج اكاونت في جزئية الفايل استوريج تمام هذا ما يخفى استوريج حبيت طبعا اشرح لكم بشكل انا اعمق في هذا الموضوع طيب كيف احنا بنشتغل على موضوع انا كيف انا بنشتغل على موضوع استوريج او كيف انا بعمل له كريات لهذا استوريج خلينا نشوف مع بعض خليني انا اجي هون على اشوفون شو طالب مني اه هون طبعا كنتينر بروب شرحت لكم موضوع بتميز سترونج ماسيف ماونت ان استراكتر داتا ديسك ستوريج حكينا عنه الدسك ستوريج بيقول لك اللي حكينا عنه مثلث انواع بتخزن فيرش والماشين والأبليكيش والأبليكيش طبعا الآجور فايل اللي تكلمت عنه انه بتخزن عليه ملفات اللي بتدعم بروتوكول سترونج ميسج بلوك الاسم بي بروتوكول يو كان اكسس دهاي الفايل اللي معمولها شير كان بي اكسيد بايوزنج ستاندار سير ميسج بلوك طبعا هون بحكي لك انه عمق الاتوريج اكسي ستير هذا راح نشوف شباغ هلا بالجانب العملي بحكي في عندك انت شباب طبعا برضو هذا مور دتل في الازد مياربع لانه بتحكي عن في عندك تاتا نواع من الستوريج كمان استخدام اللي هو الجنرال بير بوس وان والجنرال بير بوس تو والبيسك او الجنرال هذا كمان شباب بدك تاخدو الازد مياربع قل لك انه استوريج اكسي ستير الهوت الكول الاركايف قل لك الاركايف يا شباب ايش هي الاركايف او شو صحيح شباب حدا بيعرف شو الاركايف الاركايف يا شباب بشكل مختصر از ايش اكموليشن اف هستوريكال ريكورد يعني كيف يعني شباب انت عندك هلا الاركايف او ستقولك شو الاركايف انا عندي داتا هاي الداتا مر عليها فترة كبيرة من الزمن انا ما استخدمتها طب انا بدي اخزنها ليش لاني راح ارجع لها يمكن بعد عشر سنوات مثلا دايك شباب الاركايف الاركايف انا يمكن اخزن ااخد باكاب منتلي ويكلي ييرلي ولكن ارجع له مثلا اذا طلبت مني معلومة اعمل منها لهاي الداتا او اعملها لهاي الداتا مثلا بعد عشر سنوات مثال ذلك لو انت روحت على معاملة لك في بنك او في اي مؤسسة حكومية راح يطلع لك الاركايف مثلا من اخر مرة دا رفعت الضريبة او اخر مرة سحبت من البنك قبل خمس سنوات هاي الداتا موجودة فبسموها يعني داتا ما عليها شغل ما عليها اكسز كثير فانا بس هي موجودة عندي ايش بس انا بدي اياها يعني تكون ريفرنس الي مرجعية الي فانا بقول لك هي او تمايز فور ستورينج او ستورينج داتا ازراري اكسيد انت ستورد فور اتليست لمية وتمانين يوم وده فليكس بل لتنسي الكويرمنت الكل شو الفرق بين الهوت والكل الكل شباب برضو انا برجو على داتا بس برضو بشي فريكوينت لي بشي كليوم ما عليها انه كل يوم ان راح ارجع لهاي الداتا مثلا بازع لها كل شهر مثال ذلك مثلا برامج الاتشار او موبفين قسم الاتشار بيعملوا ترحيل عن طريق مثلا برنامج البييرول كل شهر مثلا ترحيل الرواتب صح فقال لك انه استخدم هذا الاكسيستير كول فقال لك هذا سترونج داتا يعني ان فريكوينت لي اكسيد انت ستورد فور مثلا اتليست لثلاثين يوم طيب الهوت لا هذا الهوت الهوت في انا عندي فريكوينت لي بدخل عليه ايش كل يوم بتمائد فور سترونج سوري فور ستورينج داتا ذات اكسيد فريكوينت لي انا يعني ايش بدخل بدخل على هاي الداتا كل يوم في احتمال تكون هاي شباب داتا بيز طب شو بتفرج معي بتفرج معك في كوست تفرج معك بالبير فورماس طب من احسن بير فورماس طبعا الهوت طب الكوست برضو الهوت تمام الاركايف الاركايف انا بدي اجيب داتا وما بدخل عليها كل يوم خلص بحطها بالاركايف طب كل بدخل عليها كل اسبوع كل شهر بحطها بالكل انا عليها شغل كثير ممكن تستخدم هاردسكات مثلا برينيوم اس اس دي اه بروح على الهوت فهذا موضوع عيشة شباب الاجر ستوريج اكسي ستير أه بحكي اضخل علي اللاب كريات لستوريج اكاونت بكل سهولة شباب انا راح اروح على عندي على البورتال وروحي عندي هنا اروح على كريات ريسورز في اه هاي استوريج سوريج وبتداول انت على الا استوريج اكاونت بتحط بالسرج او انك تيجي هون بتحط مثلا استوريج تكتب اكاونت بتضغط عليه اوكي هون انا عندي هاي هون موجود طبعا لازم يكون عندك رسورس جروب ابدى يحكي له نيو شوفوا ما اسهله يا شباب نيو فبيقول لك هون انت بسابسكريبشن عندك رسورس جروب عندك شتك يسمي هذا استوريج اكاونت يسميه مثلا ماهدي 983 اوكي ايش مستخدم طبعا امرات شباب انت بتحط استوريج اكاونت نيم بتلاقي مستخدم فبيقول لك هادا الريدي the name is already شوف لك نيم تاني اوكي طي وامدك اللوكيشن بالSUS البرفورمانس ستاندرد ولا برينيوم تفرق شباب يعني زي منيحكي مانا زي هاردسكات السدي او مثلا ستاندرد اتش دي دي اكاونت كايند اللي حكيت لكم عنه هادا كمان رح ناخده في الازد مية واربعة استوريج version 2 general purpose version 2 general purpose version 1 block storage طبعا اللهم فروقات خصوصا في موضوع replication وما يخص موضوع access tier فانا لو قلتلك مثلا عندي هون purpose version 2 طلع هون شو اخدلي في موضوع replication local redundant zone redundant GUI read access GUI zone read access طبعا الموضوع disaster recovery اوفر نسخ اكثر من نسخة سواء على مستوى وانا لو البلان تبعته طبعا انا نروح على general purpose 1 طلعوا خلص اختصر الستة فطلع لي بس local و georedundant storage و read access georedundant storage ما حاجة يحكي طب ايش رحلنا اياهم بالتفاصيل لا هاي بالتفاصيل بدك تروح على administrator associate طبعا هون عندك بلوب storage طلعوا شباب نفس الشي طيب انا بدي اروح اخد general purpose version 2 next طبعا هذي برضو شباب connectivity method network routing هذي كمان لها تفاصيل انت بدك يشبك مثلا يعمل connectivity method من جميع network أو من network محددة أو من selected network قصة أو تعملها routing قصة تانية وقصة أخرى بدك تطلع على الليفل اللي بعده next طبعا موضوع 10 point restore container وال delete وال backup وال data protection برضو قصة وال advance وال tag وال review المهم روح انت على review and create احنا بنشوف كيف اما نعمل create ل create بننتظر تحت ايش يعمل لي ايش شباب deployment ويعطيني completed successfully ننتظر لحظات deployment is and progress طبعا شباب عندي هون بقول لي your deployment is complete اذا لو بدي اروح بروح على go to resource ما بدي اروح حد يعني ما حكي له go to resource ودان يا شباب على storage account اللي هو سميته ايش انا مهدي 1983 تان هذا ال storage اللي فيه جميع انواع storage او فيه block او page blob وال append واللي بدك اياه طبعا من storage account او type اللي احنا ذكرناهم لو بدي اروح على resource group اللي عندي هون رح الاحط ان انا اعمل مهدي lab وجوها طبعا عندي هون ايش storage account رح الاحط شباب عندي جميع هياه containers containers file share وال table وال queues اللي تكلمنا عنهم فانا لو بدي مثلا file او بدي اعمل مثلا folderات بروح على container file وعملهم share بروح على file table سواء table storage او queue انت لك حرية الاختيار وفي موضوع كاشي اسمه storage explorer وامكانك تستخدم اي لغة بدك اياها حتى تعمل upload download folder وفايلات ومونوترينج و schedule شايفين قصه قصه يا شباب شايفين كل هاي الشغل هون والتبات هاده برضه بتاخدوه بال az104 تمام اوكي يا شباب فهونا بيحكي لك open x plural انتك رح تفتخ انت عن طريق الويب وامكانك تعمل container وهذا container انا ما تحكي له add تضطع علي عندي صلاحيات no anonymous blob container read and access وا 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 موضوع تفاصيل شباب اخر وتعمل change access level store و container قصه شباب بس رائعة وممتازة وبصراحة احترم Microsoft في موضوع هذا الاجب بامكانك الموضوع الاجب بامكانك شباب فيه جسم بامكانك انا احمل vhd file من عندي من وعمله وعمله upload ل storage ويمكن هذا ال vhd طبعا فيه فايلات فيه operating system بامكانك يا شباب تعرفوا بامكانك تعملوا له attach مع virtual machine او تعمل attach او لن تشبكوا على hard disk مع virtual machine انتم كاريتها وبتشوف ال data اللي بدك اياه فيها واو فموضوع storage account بصراحة من اجر رهيب جدا طبعا شباب إله تكلفته وإله cost based على انواع ايش storage او انواع الفايلات انت لابدك تخزنها ولكن انت بامان تام مع موضوع storage account في اجر هذا شباب ما يخص موضوع السيرفيس اللي احنا بنشتغل عليها بعد الكمبيوت وبعد الكمبيوت virtual machine والنتورك الفينت او virtual network اجينا على موضوع storage account هذا هو يا شباب اللاب تبعنا بكل الاختصار ما تنسوا يا شباب ما تنسوا رجائي انه تعملوا subscribe like اشوف تعليقاتكم واشوف feedback وان شاء الله يا شباب كل ما شجعتوني كل ما عطتوني الحافز لأعطي حتى كرسات اخرى ان شاء الله في المستقبل ارجو ان شاء الله يا شباب تتابعوني في حلقات اخرى امنا للقاء بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته